ما فيه شك ان كل الاباء وكل امهاد بيبقوا عايزين ولادهم احسن حد في الدنيا واحسن منهم هما شخصيا فطول الوقت بيحاولوا انهم يغرسوا في اطفالهم فكرة المثالية في كل امور حياتهم لازم يتصرفوا صح في كل المواقف لازم يجيبوا احسن الدرجات في كل الامتحانات لازم يتفوقوا في مجال الرياضة لازم حتى لو عندهم هواية يكونوا اشتر حد فيها ويكونوا احسن حد فيها وكل تأكيد ده بيبقى وراء نية نبيلة جدا وهي ان ولادهم يكونوا احسن حد في الدنيا وعايزين نشوفهم احسن حد في الدنيا لكن للأسف احيانا زي ما بنقول اللي بيزيد عن حده بيتقلب ضده وده بيكون ضاغط على الطفل مفيش حد يقدر يتصرف صح في كل المواقف لازم هيغلط مرة ويصحها غلط ويغلط تاني ويتعلم من غلط وهكذا ويمكن ده اللي بيبني الشخصية وده اللي بيعرفه الصح من الغلط الحقيقي ده حقيقة يعني خلينا نقول ان ما فيش حد مثالي طول الوقت الطريق او الطريقة دي في التفكير والتربية بيكون لها مخاطر كتير وخصوصا في مرحلة الشباب ومرحلة المراهقة خلينا نكلم مع ضفتنا دكتورة سامر كشكي والستشاري الصحة النفسية والأرشاد الأسري عن الموضوع المهم ده عن المثالية المؤذية في التربية ونرحب بيك الأول دكتورة أهلا بحضرتك في الحقيقة احنا شفنا نمازج كتير من يعني خلال رحلة الحياة البسيطة اللي احنا شفناها شفنا ان في أولياء أمور بيهتموا بهذا الأمر وبيتجنبوا أشياء كتير زي التفاعل الاجتماعي زي الزكاء الاجتماعي زي المهارات المطلوبة في سوق العمل الصح فين والغلط فين في هذا الأمر شوف يا سيدي ما فيش حد يعني لا يشد أحد على الدين إلا غلب صحيح ما تتشددش قوي 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 في كل حاجة وخصوصا يعني الأهالي بتركز على حاجتين التعليم والرياضة وسيب المعاملات الإنسانية والمعاملات الاجتماعية والاندماج مع المجتمع يعني هو عايز ولاده يبقى مثاليين جدا ومكتملين جدا في الجانب ده الدراسة والرياضة وتلاقي قاعد دايما يقارنوا برفاقه ابن خلته ابن عمته شوف فظيعة شوف جاب الدرجات الولاد مش زي بعض القدرات مش زي بعض الأحلام والطموحات مش زي بعض فطول ما انت حاطة لود عليه هو مش هيجيب نتيجة ممكن يرضيك بس في نفس الوقت بعد فترة هيبتدي يقع يعني أعرف ناس بدأوا يعملوا مع ولادهم الضغط ده لازم لا ده النقصة درجة مستحيل ما ينفعش انت ما ينفعش تنقص انت ما ينفعش تسقط انت ما ينفعش تقع ففضل يعني على الحافة كده لغاية ما وصل لتانية سنوي وقع مش قادر مش عايز وبقى على النقيد لأنه هو ده مش الطريق اللي هو عايزه أصلا اي لو حضرتك مسكت حاجة وطلت شعيلها فترة طويلة وتقيلة على ايدك هتفضل شعيلها لغاية امتى ليك وقته هتوقعها ليك قوة تحمل بعد فترة هتوقعها فأنا عايزة الأهالي تعرف ان هي لازم يبقى فيه موازنة لازم يبقى فيه رحمة وفوت شوية مش مشكلة لما ينقص درجة ولا درجتين قعد بوعتاب لطيف يعني ما حطش كل تركيزي وتفكيري وتربيتي وتقطي وتقط ابني في الحتتين دول بس وسايبة كل الحاجات التانية ما بيعرفش يتعامل مع الناس يعني أعرف ولاد في الجامعة ما بيعرفش يتصرفوا في مواقف أنا ما خدتش دي أنا ما علمونيش دي أنا علموني بس ازاي يبقى متفوق ازاي يبقى أجيب درجات كويسة الحياة مش كلها درجات كويسة الحياة مش كلها رياضة الحياة التفاعل مع قراناقه من الناس من زميله وبيبقوا في طبه وفي هندسة وفي كلية قمة فأنا عملت إيه بأنه مش عارف يندمج مع المجتمع إنسان مكروه لأنه مش عارف بيتصرف خطأ بيجي يعني يقول الحاجة معدوش المهارات الاجتماعية لأنه ما كانش في حد مهتم بيها وعادة إحنا يعني والله لو كل أب و أم يقدروا يمرروا تجاربهم الحياتية لولادهم صدقيني كان كلنا ارتحنا بس هي في الآخر لازم كل تجربة كل شخص يبقى ليه تجربته هو الشخصية في الحياة ممكن حد ينصح لكن ما يقدرش يعيش التجربة بيه في ظروف مختلفة طيب دكتور خليني يقول لحضرتك مثلاً أو أسأل حضرتك وأنا أفترض أنه أب و أم أعرفوا أن هم يخلوا أولادهم فعلاً متفوقين في الرياضة ومتفوقين في الدراسة وشايفين ابن أو ابنة شاطرين جداً في كل حاجة بيقوموا بيها لكن للأسف بنشوف مصطلح كده مؤخراً هو الباد لوزر الشخص اللي ما يعرفش أو لا يتقبل الخسارة شخص بيتحول لشخص صعب جداً في حالة أنه محققش هدفه حقيقة شوف يا ستين هي دي أنا بحط له خطوة على خطوة على خطوة بتوصل للبني آدم ده إن أنا ما ينفعش أبقى عادي العادي ده مش متقبل فإنه هو لو وصل لحاجة معينة كده هو لسه ما يجابش اللي في دماغه أو اللي في دماغ أهله يبقى هو كده فاشل حتى لو كان كويس يعني ممكن يكون هدفه عالي صحيح وكل حاجة وبدأ يوصل بس وصل بقدر معينة هو بنسباله فاشل بالنسباله ما ينفعش العادي ما ينفعش فبيفضل على طول في حالة شد عصب شديد على طول في حالة لود عنده مغص مهدته وجعاه عنده صدع لإنه دايماً في حالة تفكير ده بضغط كامل أوصل للمثالية إزاي ممكن توصل للمثالية بأشكال مختلفة مش لازم توصل للطب وإيه هو الطب بالنسبالك الحاجات دي كلها متفوتة ما بيني وما بين حضرتك يعني مش كل الناس الطب بالنسباله واحد فممكن من وجهة نظري أنا ده الطب ففيه الأعلى منه فخلي أحلامك آه كويسة وتبيرة وكل حاجة بس ما حطش كل اللود بتاعي على إني لازم أوصل ولو حتى على حساب الآخرين زي ما هي تفضلت ولو ممكن أوصل يعني على حساب الناس تانية المهم إن أنا أوصل لإن أنا حطت عيني على حاجة معينة ما ينفعش فيها إن أنا الإنكسار ولا الهزيمة ولا إني أوصل اللي أقل منها أنا مش هقبل بده لا لازم يكون فيه مرونة شوية وأنا اللي بربي ابني على كده قاطب أشاطر وكويس ومتفوق لكن فيه مرونة افرد إن أنا وقعت لازم إخفاقات والبني آدم لو ما أخطأش ووقع مش هيرف يعني إيه قوم لازم النقيد يعني لو فضلت تقول لإبنك الشمعة دي غلط النار غلط النار غلط لو ما لمسهاش وما يارف مش هيرف إنتهي بتقوله غلط صح فلازم يخطأ أو هيبقى عنده خوف غير مبرر تقلب بفوبيا لو ما جربهاش هيبقى عنده خوف أكبر حتى من حجم الأذى نفسه لإنه مش عارف قدر الأذى قد إيه هو إلا هيحصل فأنا أسيبه يعني يتخبط مرة يقع مرة يحس بالحرارة دي مرة علشان يعرف هي إيه وبعدين هو مش هيعيش طول عمره في كان فيه مش قاعد جنبي على طول لا هو هينزل إلى المجتمع أنا مش دايماله أنا في يوم الأيام هسيبه وخالص غصب عني وعنه فلازم أقدر أخلي بني آدم قادر يندمج مع المجتمع قادر يتقبل الأخطاء لأن اللي أنا أعلمه المثالية قوي دي إفرد إنه هو تجاوب معايا وفوض المثالي قوي قوي واخد باله جدا وحريصه إنه ما يغلطش وجاه في يوم من الأيام أخطأ وقع اتظلم هيحصله برود بشديد جدا لأنه مش واخد على كده أنا مش هينفع أنا لازم أبقى الطب في كل حاجة ما فيش بني آدم كده طيب فكرة التعامل مع الجنس الآخر هاجس بيقرق عدد كبير من أولياء الأمور في تربيتهم لأطفالهم أي وخليني أقول إن فكرة الحب المبكر أو الارتباط المراهقة اللي يسموه أول حب بالنسبة للبنت أو للولد معامل أزمة عند بعض الناس صح كده ولا أنا غلطان صح إزاي تخلي الأب أو الأم يتعاملوا بشكل ثالث جدا ويمرروا رسائل مهمة في مرحلة المراهقة بالنسبة لهذا الأمر القاعدة مع الولاد مهمة جدا وإحنا مش في كل الأوقات جاهزين للحكاية دي إننا نعود مع أولادنا ونفهمهم إيه لا يحصل أنا مريت بالمشاعر دي قبل كده فأنا عارفه هو هيمر بإيه ويحس بإيه ولازم هيعجب بحد أو بنتي هتعجب بحد فأنا لازم أكون متقبلة ده وأخلي ولادي يتقبلوه لأن البنت مثلا لها أخ ولد ممكن ما يتقبلش ده لازم أفهمه إن ده هيحصل في يوم من الأيام وأفهمهم لحد فين التعامل طيب إزاي الأب والأم يديروا هذا الأمر عن بعده بحكمة لأن القصة دي بيبقى فيها بعض الخصوصية وبالنسبة للولاد أو البنات في مرحلة سنوي أو جامع الأرب وبقولها في كل حاجة الأرب في كل تفاصيل ولادي لازم يكون قريبة منهم جدا لازم يكون مصاحباهم لازم يكون متقبلة أخطأهم ومتقبلة مصائبهم لأنه ساعات بيجي لك بكرسى وهو يعني مش حاسس أتقبل ابني وحفظ لسرهم كمان جدا وبلاش أثور من أقل حاجة لأنه بعد كده هيتجنبني مش هيجي جنبي خالص مش هيقولي على حاجة فبما إني وصلت المرحلة دي مع ولادي أقدر أن أنا أشرب منهم بقى أي معلومة وأخذ منهم أي معلومة بمجرد ما يقعد جنبي تعالى هو بمجرد ما أخذ معاك المتين هتلاقيه سرد لي كل اللي عنده لأنه حاسس بالأمان فنحسس ولادنا بالأمان هم هيقولوا اللي عنده فافرد أن بابني أو بنتي أنا يعني في حد مستلطفه كده في المدرسة أو في الجامعة أي أم هتقول إيه يا خبر إزاي دعيب بالراحة فاهيميها الحدود لحد فين في التعامل ما ينفعش اللي أعمل إيه ما ينفعش أن أتجاوز إزاي لازم عرفهم التجاوزات يعني إيه لازم عرفهم الخطأ بيبدأ من إمتى من إيه الحاجات دي ولده مش هيرفوها لوحدهم أو مش هيرفوها من التلفزيون أو مش هيرفوها من زميلهم لأن زميلهم معلوماتهم ما تختلفش كتير عنهم فلازم هيعرفوها مني فيعرفوها مني أحسن ده هما لو راحوا لزميلهم ألعن ألعن يعني موضوع هيتفاقم وحيبوز أكتر طبعا فلازم يبقى فيه كنترول من الأسرة علشان كده ما هي كنترول من الأسرة بالتقبل الأول فيه أهالي ما بتتقبلش لا أنا أولادي ما يتعاملوش هما كده كده هيتعاملوا وكده كده في المدرسة في الجامعة أي في أي مرحلة من المراحل هيحتكوا ببعض لازم فلازم أدي الأمان لإبني علشان أعرف أديله المعلومة لازم يحس أن أنا أديله المعلومة وهو مش خايف مني مش عامل لي ألف حساب مش محسساه أن أنا أقوله المعلومة نقصة علشان أنا عايزة يوصل لكده لا أنا أدي له الأمان أن أنا هديك المعلومة صحيحة وهديك لحد فين علشان ما تغلطش علشان الخطأ في المرحلة دي بيبقى كبير وجسيم لازم تعرف أن اللي قدامك دي أختك أو هي تتعامل مع أخوها ليك حدود يعني إحنا الاتنين دينا حدود قد تعامل ما فيش منه مشكلة بس لي حدود وليه قيود وفيه حرام وحلال وفيه عيب وفيه ما ينفعشه يعني حياة كتير قوي أنا اللي بديها حسب كمان ظروف البيت يعني حسب كمان بيئة البيت نفسها بعيدا حتى البيئة اللي هم متواجدين فيها فلازم الأب والأم يكونوا قريبين فعلا من أولادهم طيب دكتور هنرجع تاني لنقطة اللي كنا نتكلم فيها وفكرة أنه إزاي أولياء الأمور يأهل أولادهم أن هم فعلا يكونوا نكحين ويكونوا متفوقين ولكن في نفس الوقت مش هقولي يتقبلوا الخسارة ولكن يبقوا عارفين أنه لازم فيه أوقات هنقوم ولازم فيه هنقع وفيه أوقات تانية هنقدر نحنا ننجح مرة تانية من غير لأنه ممكن حد يقول يعني أنتوا عايزين نقول لولادنا في الشالو عادي إسقاطوا عادي ما تنجحوش عادي لا بقول له أنه فيه نسبة خطأ وفيه نسبة وقوع وفيه نسبة أنه ممكن العوامل الخارجية هي اللي تتحكم فيك يعني افرد أنه ابني شاطر جدا 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 ومتفوق وقعدي يزاكر طول السنة وجاء تعيب عند الامتحان هو ليه زند طب ما هيشيل المادة أو هيسقط طب أنا هحمله نتيجة ده هو مش هيقبل ده لو أنا معلماء أنه ما ينفعش تغلط ما ينفعش تسقط هيحس أنه هو عنده الموضوع كبير قوي 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 ومش قادر يتقبله لكن أنا ممكن أعلمه أنه فيه مرة هتقع افرد أنه فضل لغاية مخلص الجامعة وخلص كل حاجة بهذه المثالية والكمال اللي أنا عايزاه ونزل لسوق العمل ملقاش الحاجات اللي هو يرمو إليها ونفسه فيها هيحبط بيجيلوا بقى إيه دبريشان جابت جدا جدا مش بتقبل أي حاجة وده اللي بيدخله في مرحلة الاكتئاب والعزلة ومش عايز يتقبل المجتمع لأن أنا كنته شايفه بصورة ولقيته بصورة تانية فلازم نفهمهم أنه هيباجههم أخطاء هيواجههم مشاكل الشكل مش المثالي اللي أنت متخيله ده لازم القوي هو اللي يتصدى وهو اللي يتصدر وهو اللي يفضل واقف العبرة بأنه يفضل مش عبرة أنه هو المسابرة والإصرار أكتر طبعا طبعا هيقابلوا حاجات كتير جدا جدا صعبة عليها يتقبلها وأنه يقف قصادها هي دي التحديات بقى يعلمه يعني إيه يتحدى لأن الولاد بيجوا المثالي قوي ده تلاقيه مش عايز يقع لأنه خايف من التحدي طح لكن أعلمه أنه هو لو قعت هتتحدى وهتقوم ده حتى لو رجليك مكسورة أنا هقف وقوم تاني أنا ما عنديش مشكلة فدي هتخليه عنده إحساس بأنه هو لازم يكمل مهما حصل لازم يكمل لأن فيه ولاد بيتربوا على كده ييجي يسعى يلاقي وصل من نص الساعة ما وصلش الحاجة لأ مش هكمل أصلا ما تعودش على الفشل على أي حال فكرة المثالية فكرة مهمة جدا عند كل أسرة مصرية أب أو أم دايما بيسعوا أن أولادهم هم يبقوا الأفضل ولكن إزاي تقتنع بقدرات ابنك وتخليه يسق في نفسه هو ده التحدي اللي اتكلمت عنه الدكتورة ساماركشك استشارة صحة نفسية والإرشاد الأسري اللي نوردنا النهارة في صباح الخريم تشكريك يا دكتور حابب شكرا لحد